في قطاع الطوز عبارة عن عراق مصرر في مكونات المكون الكردي زائد المكون التركماني زائد المكون العربي وفي طوائف الشيعي والسني إلا أنه المكون الذي لا يمتلك القوة في قطاع الطوز اليوم وليس له أي جهة مسلحة ممكن أن تحني أدنى هو المكون السني ولهذا يتعرضون للاعتقال ويتعرضون للموت المجاني وللاختطاف كالمعتاد ولأنكم أيضا تتحملون جزء من هذا الموضوع سيدة أمل وإلا إحنا غلطانين والله الجميع يتحمل مسؤولية بما فيهم المتحدثين نعم أنا لا أنكر أنه أنا أتحمل المسؤولية إلا أنه أنا فعل كل ما أستطيع وسأفعل ما أستطيع لأنه هذا المكون ليس لكونه أنا جزء من هذا المكون لا ولكن بكونهم وقع عليهم حيث لا يمكن أن يقع على أحد ويتحمل لهذا الوقت مهجرين منازلهم مهدمة أو شهداء أكثر مما كانوا ضحية داعش من جهة وضحية ما يحدث من جرائم داعش وتكبل في رؤوسهم اليوم الجرحة اللي راحوا في ضحية هذا الموكب الفلسيني أغلبهم من المكون السني الاعتقالات أكثر من 200 معتقل البارحة ليلا أخرى صراح 119 معتقل طيب هذا شن فسره سيدة أمل سيدة أمل شن فسره شن فسر هاي المهزلة الشبيرة لما واحد القتيل في هذا في هذا الحادث هو يعني كردي سني والجرحة أغلبهم من أبناء السنة ويعودون ليعتقلوا أبناء السنة يعني شن هو هو فقط هذا الضحية هو فقط هذا اللي ينجلد هو فقط هذا اللي ينضرب على ظهره لأنه ماكو قوة وراه ماكو ناس تحكي بهمة ماكو وراه ميليشيات عسكرية تقدر تدافع عنه إلى متى يظل الوضع على هذا أنا سؤال أوجه لكل من قام باعتقال الأدرياء هل ممكن أن يكون نازح لا يجد قوة اليومي للأكل أن يفخخ سيارة هذه السيارة لم توجد هناك قوات من كل الأطراف في قضاء الطوز قوات متعددة كيف أتت هذه السيارة وكيف فخخت وكيف أتت على الموكب العثاني اللي هو أصلا أغلى اللي موجودين فيه هو من أهالي السنة